الجزائر تحتل المرتبة الثالثة والخمسين عالمياً لأفضل الأنظمة الصحية والسابع عربياً ضمن قائمة المؤشر الفرعي لأفضل الأنظمة الصحية في العالم التي أعدها معهد ليزا توم والدي شمال 149 دولة وتقدمت الجزائر في هذه القائمة على عدة بلدان عربية مثل ليبيا التي احتلت المرتبة الثامنة عربياً والتسع والخمسين عالمياً فيما جاءت تونس التسع عربياً تليها لبنان والمغرب ومصر واليمن والعراق والسودان أما قطر وعمان والإمارات فتصدرت المراتب الثلاثة الأولى بين البلدان العربية أما على الصعيد العالمي فجاءت لوكسونبورغ في رأس القائمة مدبوعة بكل من سنغافورة وسويسرا واليابان وهولندا والسويد التي جاءت في المرتبة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة على الترتيب فيما احتلت المانيا المرتبة العاشرة وفرنسا المرتبة الرابع عشر والمملكة المتحدة في المرتبة العشرين وقارن معهد ليزا توم الذي يقع مقره بلندن بين 104 متغيرة للخروج بالمؤشر الموسع لقياس مستوى الرفاهية وقسمه إلى تسعة مؤشرة فرعية منها الرعاية الصحية وضمت المؤشرة الفرعية الأخرى الجودة الاقتصادية والبيئة الاستثمارية والتعليم والسلامة والأمان والحرية الشخصية والبيئة تصنيف الجزائر الجديدة الخاص بقطاع الصحة يطرح أكثر من سؤال حول واقع الصحة والتصرحات التي أدل بها وزير صحة عبد الملك وظيف وقال فيها إن المنظومة الصحية الجزائرية متقدمة مقارنة ببعض الدول تصريحات قوبلت بالاستهجان والنفي من قبل عمادة الأطباء التي طالبت بشماع وزارية لمناقشة قضايا القطاع ترجمة نانسي قنقر